موسيقى اش عادي نقولك هو ابوه ملدار اللي كنت ساكن معاه كنت ساكن عنده اللي اولى باش غادي نستافد جال عندي يخرجني بقاك عاليا قل ينخلص الكراه وعير خراج وورا متخافش وورا انتده باشات ديربيت غادي تاخد بارت ماي الى اخره المهم اللي خرجت دار معايا باش غادي يبقى يخلص لي الكراه ودار معايا نهارنا اخد الاستفادة يخلصها لي ونكتبها لي ونبقى ساكن فايل حتى المبعد المامات احنت انا ما عنديش لما نخليها باش صح ندك السيد هذك هذك شي اللي دار معايا وقيت اللي خرجت كريت داي كي خلص لي الكراه مدة عشر شهور ووكي خلص لي في الكراه وقيت اللي خرجت لي استفادة خديت الاستفادة عايت لي وقيت لي ها انت ارها الاستفادة راني خديتها وداب الله يخليك اشكين قل لي واسدي مزيان مبروك عليك دا براه ملي خديت الاستفادة الله يسهل علينا وعليك دبرا على راسك قلت له كيفاش قل لي ادبرا على راسك انا راني ما عندي ما ندير لك دا براه مهم انت خديت الاستفادة ديرك ايوا ما لقيت ما ندير مشيتشت المحال لقيت الاستفادة لقيتها محال مزيان ما شميته ولكن اراني ما عنديش باش نخلص عشرة المليون وزيداجشت المليون ديل تحفيض وتشجيل مشيت اللي عند القيد تلاود ديراني هاشكين واشكين را ما عندي شي باش نخلص قل لي اشوفش واحد اللي تقسم معاه ولا اشوفش واحد مهم مطالب ديالي انا اللي كان طلب اللي يزازيكم بخير لما وقفوا ما ياراني ما عندي ما عندي لا باش نخلص الكراء وما عندي باش ندخل لها ديك المحال الا جيت نمشي البنكة انا رجل كبير عندي ربع وسبعين عام في عمري ما غاديش يعطوني التانيين قاعدتين اعطوني الكريدي غادي يعطوني واحد واحد طريطة اللي هي كبيرة بزاف على الاقل 1300 درام ولا 1400 درام في الشهر مني غادي نجيبها وانا ما اخدم دم ما عندي لا لانتريت لا بونسي ولا يديك لا يخليك والغ عندنا الله سبحانه وتعالى راني عندي ايه في القراءة راني كان خدمها في القراءة عندي ايه في ريشة في القراءة وانا ما قد يجينا قديم ولكن سيسبر ديلا قديمها وانا ما قول عايش هاي ماعدو كل بوعارة اللي في القراءة كان اخد من عنده مونحة تمونوا بيه را ما عندي شي تلك راه نارا ما كان خلصو سي داك النهاري عني عايت الوحد الجمعيات وخلصو لي وحد سيار ديلا الكراءة من تماما ما بقيتش تمقا ما بقاوش كيتل فتولي ايه قا تلك الولادتهم او والو الولاد كلام اديها في راسو ابحلمي عندي الولاد لولو ما كيت فكروني لا في عواشر ولا في عياد ولا في والو وانا واحد انسان مريض مراجل كبير ومريض عندي البروستات وعندي لاقوت ومهم ما شاء الله بشيت بشن بشنفتح قالوا لي قايت متبع متبع معه سبيتارة المخزن يعني الاخر المطاف من اللي الحكتل عندي الطبيب اللاخر واحد طبيب عراقي قال لي واجت الماتيريال دي اللي فتح كتلو ما عندي شباش نخلصو وقال لي وانس حكسير بلا ما تفتح هالوراق باقين عندي بلا فتح من الفينو من الفينو وطمانتاش هوا ما باقين عندي لحد الساعة ما هاد المرض اللي في اناراني هيم تعيش معها غدا ولا بتغدا متفرق عف هاد البيت هادا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة